بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Student Medical Education's Licature Human Anatomy Mediol Normal Human Body Title Fertilization In Vitro Fertilization Type 2 of Fertilization Fertilization بنتكلم عن Reproductive System قبل ما نتكلم عن Fertilization في البداية Reproductive System is responsible for continuity of species والReproductive System زي ما احنا شايفين في الفيميل واضح وفي الميل واضح لكن المحصلة النهائية بتاعت Reproductive System المحصلة الوظيفية إنه هو بيديني في النهاية Mathure Oocyte Mathure Oofum كلية أسامي لمعنى لشيء واحد وهو Mathure Oocyte كذلك الReproductive System Inza Mail بيديني في النهاية الوظيفية بتاعته بيديني Mathure Spare والMathure Spare بتكون من Head وNic وبودي وتيل زي ما احنا شايفين في الصورة عملية الدمد بين Mathure Spare والOocyte والMathure Oocyte بنسميه Fertilization يوبا Definition of Fertilization is the Union of Mathure Spare by Mathure Oofum and Subsequent Zygote Formation زي ما احنا شايفين كده هذه السبير حصل له دمد مع Mathure Oofum وفي النهاية الدمد زي جوت وبعد كده Continuity of the Pregnancy الType of Fertilization الType of Fertilization بينقسم لtwo types according to its site السايت بتاعها لو داخل الجسم بنسميه Envivo Fertilization ونورمالي بيكون موجود في الأنبولة Oofalopian tube زي ما الصورة واضحة جدا مننا المير روبرودكتيف سيستم والفيمير روبرودكتيف سيستم الميل الدان الماتيور سبير والماتيور سبير مشي في الفيمير جينيتال سيستم لغاية ما وصل الأنبولة Oofalopian tube ولي جي الماتيور أوفم اللي جاي من الأوفاري الماتيور أو أوسايتة هي حصل اليونيون بنتهم في الأنبولة Oofalopian tube وبعد كون عملية الفيرتلازيشن دي النورمال الفيرتلازيشن ولها فيديو خاص بي تكلمنا عليه لوحديها النهاردة الكلام على نوع الثاني اللي هو Invitro Fertilization ودي Outside the body Adel male والفيميل وعملية الفيرتلازيشن ما تماتش في الفيمير جينيتال سيستم ده خارج الجسم Adel mature sperm خدناها هو و Adel mature ovum خدناهم في تيستيوبة هي معقمة حطناهم فيها وودناهم زرعناهم عملنا لهم عملية Implantation و Inecubations في Culture Dish و Adel Oocyte و Adel sperm وخدناهم زرعناهم وعملنا لهم عملية Injections And Follow Up عملنا Injection للسبرم في الأووصايت Under Microscopic Field وعملنا لهم بعد كده Inecubations Inecubations في Inecubator عند دارة حرار سبعة وثلاثين لغاية ما تكون زيجوت بالفلو أب للميكروسكوب الجينة تكون زيجوت من خليتين بعد كده بناخد الزيجوت نوديه نزرعه ننجله أو نزرعه في الفيمير جينيتال سيستم في اليوترين كافيتي وبعد جهة تكمل عملية لبريكنانسي لغاية ما توصل الفلتيرم زي ما الصورة مواضحة تماما أول نقطة بنتكلم عن Inventro Fertilization What's Endication إيه اللي خلينا نعمل Inventro Fertilization Infertility Infertility It is a major medical problem وبتشكل من 15% من كل المريض يعني بتشكل من 15% 30% حدوثها في الناس المتزوجين لها عوامل فيه Female Infertility و Male Infertility Female Infertility دي أكتر حاجة بتخلينا نلجأ لل IVF Female Infertility إيه سببها واط الزاكوز و Female Infertility يتيوب الكوزيس فالحالة دي لتيوب فيها التهاب زي سالبينجايتس أو فيها blocked مجفولة فالأو أو سايت ما بتوصلش لليوترين كافتي كمان السبير ما بعديش يوصل لمكان الفيرتاليزيشن اللي هو الأنبولة أوفوليوبيان تيوب يوب أول حاجة تيوب الفاكتور تاني حاجة بعد كده أوفيريان فاكتور الأوفري موجود ولكن ما بيتمش الأوفيوليشن ما بيطلعش زي بوليسستيك أوفري دي مرض بيصيب الأوفري الأو أو سايت ما بتطلعش ما بيحصلش أوفوليشن اللي تيجي لأقصر همون أو التقدم في السن وغيره ذلك يوب إذن في مجموعة فاكتور اسمها أوفيريان فاكتور بعد كده يوترين فاكتور الأندومتريام الموجود زي الأندومتريوزيس الأندومتريام الطبقة الداخلية بتاعت اليوترس غير صالحة لعملية الإخصاب وغير صالحة لعملية الإمبلانتيشن يوبا دي من ضمن الفيميل فاكتور غير كده كمان السيرفيكس السيرفيكس مجفول ببوليب موجود في بوليب أو انفلامتري بلاكس أو كمان ده بيمنع لدخول السبيرم عشان يوصل لمنطقة الفيرتليزيشن غير كده الاميون سيستم والاميونيتي إلها فاكتور كمان بتلعب دور مهم في الفيميل جينيتل سيستم وفي الانفيرتليتي الميل انفيرتليتي ودي عادة بيكون نتيجة لإنسافيشنتي عدد السبيرم جليلة ففي الحالة دي بناخد واحد يأكفينا واحد لعملية الفيرتليزيشن بنعمل الايفي ايف كمان بورليموتيلتي السبيرم عيان ما بيقدرش يتحرك مريض ما بيقدرش يتحرك فقلة الموتيلتي ممكن تقدي لإيه ميل فاكتور الفيرتليتي نورماليزا ايجيكوليشن سيهاس بوليوم من 3 إلى 4 مليليتر ده الشيء الطبيعي وزق بروكسومتلي 100 مليون سبيرم in اه اتش مليميتر اتش مليليتر يبدأ النورمال الامونت بتاعة الإيجيكوليشن والنورمال امونت of the sperm in the ملي of the إيجيكوليشن stage of انفترو فيرتليزيشن اول stage او او سايت اندوكشن بنعمل اندوكشن لإخراج كمية كتير من الاو او سايت عشان نسبة النجاح في الايفي ايف تقبعالية طب دي بتتم ازاي بنعمل hormonal programs artificial hormonal cycle ovaryan cycle للست وديا عن طريق ايه عن طريق حجن هرمونات للست والمشيها على hormonal programs يجوم يزود لي عملية follicles في الاوفري ويزود لي انتاج الاو او سايت بدلا ما بيطلع واحدة كل شهر لا يطلع لتلاتة اربعة يبديا اول مرحلة الاو او سايت اندوكشن تاني ستيج من الانفترو فيرتاليزيشن او او سايت بيك اوب ادل في ميل مشيناها بهرمون البروغرامز وادل الاوفري بتاعها والاوفري موجود في follicles او او سايت ازاي نديبها اول حاجة بنديب الالتراساوند بروب الموجات الفوق الصوتية الموجات الصوتية البروب بتاع الموجات الصوتية عن طريق جهاز بيبين لي بندخله في الفاجين فورنيكس ودون assisted by needle and evacuated system متصل بتيوب ونشوف الاوفري بالالتراساوند ونوصل للاوفري ونعمل ساكشن من الاوفري والفوليك لنعملها ساكشن من الاوفري ونوصلها لتستيوب برا البودي يبدي اول خطوة تاني خطوة اللي هي او او سايت بيك دي اب المرحلة التالتة اللي اسمها او او سايت كالتشر خدنا الاكس والفوليك اهي في التيوب زي ما احنا شايفين كده خدناها هما 3 ا4 او 5 على حسب العدد الموجود ناخدهم ومش على طول نعمل انجيكشن اللهم وفيرتوليزيشن لا بنخليها تستريح الاول ونحطها نغزيها في طبق بتري under sterilized condition في ضرعة هرا 37 في انكيبيتور زي ما احنا شايفين كده الاو او سايت تستريح وتتم عملية الماتيوريشن لغاية ما يطلع السكن بولار بودي يعني عدد الكروموسومات اللي جواها تجبى 23 تجبى ماتيور ايج ماتيور او او سايت رقم اربعة او او سايت انجيكشن ادل بتري ديش جبناه من الانكيبيتور وبنجوم حطينه تحت الماكريسكوب هنلجأ فيه هنا ادل الماتيور سبير والماتيور او او سايت نعمل لهم انجيكشن تحت الايه تحت الماكريسكوب ودو بتم ازاي نعمل فكسيشن لل او او سايت خدنا او او سايت ماتيور او سايت وعملنا لها فكسيشن بالبروب دي امسكناها بالماسك ده الماسك ده خاص بماسكان الاو او سايت عملناها تسبيت وجبنا السرينجا دي السرينجا دي نعمل ناخد فيها جواها الاسبيرم ونحجينه داخل الاو بلازم يعني السايتو بلازم بتاع الاو او سايت نحجين جواها الاسبيرم زي ما الصورة مضحة يبقى المرحلة دي اسمها او او سايت انجيكشن ودي بتتم تحت الماكريسكوب واندر استراليزيشن رقم خمسة الاو او سايت انكيوبيشن الانجيكتد او او سايت بناخدها ونعملها انكيوبيشن عن درجة سبعة وتلاتين في في واسط ميديا مغزي لها عشان يحصل الديفوليبمنت وفي أثناء الانكيوبيشن بنعمل بنبص بالماكريسكوب كل شوية نشوف حصل انقسام فيه زيجو تتكون ولا لا لمدة خمسة ايام ادي خمسة ايام جدام من ادي زيجو تتكون بقى خليتين يجب اذا بقى 46 العدل الكروبوسومي بتاع الخلايا يجب ادي زيجو نجح دو ده لسه ده كمان زيجو وقادي هنا اربع خلايا وقادي اكتر من اربع خلايا وبديد زيجو فولو اوب اندر زاء مايكريسكوب وهو انكيوبيتد في المرحلة الخمسة بعد كده المرحلة رقم 6 ودي مهم جدا في غاية الاهمية من 2 ل5 دي بعد من يومين لخمسة ايام بنعمل عملية اسمها زيجو ترانسبورت ننجل الزيجو من برة من الحضانة اندخله في الفيميل جينيتل سيستيم ادي الزيجو اخدناه وهنوديه في ميل جينيتل سيستيم هنوديه ازاي بناخده عن طريق كاستر معينة نعمله ساكشن داخل الكاستر ديا وندخل البروب بتاع الكاستر ديا في سروزا فاجينا سيرفيكس ادي يوترين كافيتي وفي البستير وول بنعمل انجيكشن نحجن مين اللي هو الزيجوت الموجود لما يتحجن الزيجوت في البستير وول زي ما احنا شايفين اهو ادي مقسوم لاربع خلايا اذ خدنا الجنين دوا وحاجة ناقه في البستير وول في تراين كافيتي وبعد كده بنسيب وبيكمل في المصطرة بتاعة الحام اللي هي عبارة عن بريجنانسي بريود وكمل بعد كده اسبوع واثنين وثلاثة لغاية ما يوصل الفول تير ده المرحلة رقم ستة او المرحلة رقم ستة من IVF clinical significant بند المحاضرات دي ليه ايه اهمية كلينيكية نعم ثبت علميا في IVF labs ان الجنين بتاع اليوم الخامس ده هو احسن جنين يمكن زراعته ويمكن نجله فلما ننجل الجنين في اليوم الاولان والتاني والتالت الفليار بيكون عالي وما بتكملش ما بيحصل ايه لكن في اليوم الخامس ثبت ان اليوم الخامس جنين اليوم الخامس هو افضل جنين للزراعة ففي اليوم الخامس بناخده عن طريق نفس الكلام ونحجنه في البستير وال اوف زي وتراين كافيتي وكمل على طول كونتين وتي لغاية ما يوصل ايه للايه لفول تير اوف بريغنس دي سيماري لعملية IVF كله تم البداية للنهاية الاندوكشن اهو وبعد كده البيكد اوب المرحلة التانية المرحلة اللي بعد منها انوكيوبيشن وانجيكشن والفرتليزيشن بتاعت الاج وبعد كده الفولو اوب بتاعت الجنين وبعد كده نترانسيبورت اخر مرحلة ننجله في ايه في ميل جنيتال سيستم ريزالت اول حاجة رقم واحد حصل فرتليزيشن اول حاجة الزايجوت فورميشن والزايجوت بيحتوي على ستة واربعين كروموسومس بعد ما الزايجوت فورميشن على طول السيجمينتيشن بتبدأ والكليفت فورميشن بيتكون في الفالو بنتيوب بيحصل انقسامات وعملية الانقسامات بتتم بسرعة وليها السيجمينتيشن والكليفت فورميشن دي لها فيديو خاص بيتكلمنا عليه جبل كده بعد كده ما بدان نوش يوجم اجريشن زوف كليفت توزا يوترين كافي دي رقم 3 غير كده كمان ممكن نعرف السيكس ايدنتفيكيشن باي كروموسومال اناليسي لو كان اي في اف ابنورمال فرتليزيشن هل في ابنورمال فرتليزيشن نعم في ابنورمال فرتليزيشن لو حصل فرتليزيشن في الاوفاري وده ممكن يحصل نتيجة لمرض في الاوفاري زي الاوفاريان تيرياتومة وده عبارة عن تيومر وانفلاماتوري راكشنز موجود في الاوفاري فبيحصل عملية ممكن يحصل الفرتليزيشن في الاوفاري غير كده سوبرفيتيشن ايه السوبرفيتيشن دي اه 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 ست حامل ونتيجة للاخبطة في الدورة الهرمونية بتاعتها او بتاخد هرمون السربي لحاجة تانية فالمشكلة دي تعمل في اثناء البراجنسي سانكيو ترجمة نانسي قنقر